عندما يعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليم بيرنز أن الأشهر ستة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا وأن روسيا تعتمد على الإرهاق السياسي للغرب فإنه يعترف بحقيقة أن روسيا ودولاً تواجه أمريكا والغرب الأطلسي تراهن على معركة الصمود الاستراتيجي وتحويل مسار الضغط والإرهاق لينصب على أعدائها أعتقد أن الأشهر الستة المقبلة بحسب تقييمنا في السي آي آي ستكون أشهراً حرجة أعتقد أن بوتين يراهن على عامل الوقت ويراهن على هزيمة الأوكرانيين وإرهاق أوروبا سياسياً ما لم يقوله بيرنز مباشرة تكشفه سياسات واشنطن القائمة على خطة تحطيم دفاعات الدول المنوئة لها واقتصاداتها لإرهاقها واستنزافها حقيقة تعني أن جغرافيا الإرهاق السياسي لا تنحصر بأوروبا أو المواجهة مع روسيا بل تتسع لتشمل الصين حيث يطرح موضوع النيتو الأسيوي ومحوره تايوان في مسعى أمريكي إلى استنزاف بكين واشنطن وحلفاؤها في حرب اقتصادية ومالية شاملة من أمريكا اللاتينية إلى آسيا الحصار والانقلابات ترهق الدول العصية على العصى الأمريكية وفي الشرق الأوسط حولت استراتيجية واشنطن العراق وسوريا ولبنان إلى مسرح ضغوط وعقوبات وحشية أرهقت اقتصاداتها وقادتها بوهم استسلامهم والانحناء أمام أهداف البيت الأبيض محاولات تحطيم الإرادة السياسية للقيادة الإيرانية واستنزاف البلاد عمرها من عمر انتصار الثورة الإسلامية لكن الأمل بإرهاق طهران خاب بحسب ما تعترف مراكز أبحاث أمريكية وقعيا تملك أمريكا إمكانات هائلة تسمح لها بممارسة الإرهاق السياسي والاقتصادي أكثر من غيرها لكن هل واشنطن بدورها اليوم قادرة على تحمل المزيد من الاستنزاف؟ وكيف سيؤثر الضرر الفادح في موقع ودور وإمكانات أمريكا وفي سلوك قادتها ومؤسساتها وقدرتهم على الاستمرار؟